الأفيش هو الفصل المفقود من قصة مراجعة الأعمال الفنية وعامل الجذب الأساسي له هو فن زي أي فن ينتمي للفن التشكيلي وفي القناة هنا هنهتم بالأفيش وتحليله ونقضه فنيا وتقنيا وفي الحلقة دي هنبدأ بتاريخ الأفيش وإزاي يتطور من بداية ظهوره لحد النهاردة ببساطة الأفيش هو الإعلان الورقي عن العمل سواء العمل ده فيلم أو مسرحية أو مسلسل أو أي عمل فني وده بيفسر وجوده في الشوارع والأماكن الإعلانية العامة والخاصة والجرائد والمجلات ووسائل النقل وعلى وجهات السينما والمصر فكرة الأفيش بتتلخص أنه هو الشباك اللي بيطل منه المتفرج على عالم السينما فبيبدأ يتوقع أحداث الفيلم وشخصياته ويبني السيناريو والحوار على أساس الأفيش لكن الأفيش ممكن يحبط المتفرج ويصدمه في عمل فني بعد ما لقامش على نفس مستوى توقعاته اللي بناها بعد ما شاف الأفيش الفكرة بدأت في القرن التسعتاشر لما واحد صاحب مسرح في فرنسا قرر يحط صورة على وجهة المسرح كدعاية للمسرحية بتاعته وبعد كده الفكرة انتشرت وكتير من أصحاب المسارح اللي دوه في نفس الفكرة ومع مرور الوقت انتقل لدور العرض السينمائي وبالأخص بعد ما سيجموند لوبين اخترع أول آلة عرض سينمائي بشكلها المعروف دلوقتي وأنتج الفيلم الروائي القصير رحلة إلى القمر عام 1902 وهنا كان لازم يبقى عندي أفيش دعاء للفيلم فعملوا بالفعل أفيش لكنه للأسف ضاعف حريق دمر المخازن اللي كان فيها الأفيش من قبل ما يستخدمونه مع تطور السينما العالمية الأفيش وصل لكمته وبقى قطعة فنية مش بس بتجسد روعة العمل الفني لكنها كمان بتجسد مهارة وإبداع الفنان اللي صمم واللي نفذ الأفيش لأن الأفيش اعتمد بشكل أساسي على مهارة الرسم اليدوي ومهارة الخططين ويمكن ده اللي خلق نوع من التواصل مع الجمهور لحد نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ومع ظهور الكمبيوتر وبرامج تعديل الصور زي الفوتوشوب ظهرت الأفيشات الحديثة اللي بتعتمد على الصور الفوتوغرافية أو الفوتوغرافية اللقطة وتجسيم الوجوه والأجساد وحاجة زي دي قدت إلى انهيار ودمور الصنعة وكتير من الفنانين اللي قفنوا حياتهم وما بيعملوا أفشات بتعتبر سجلة حية على مسيرة طويلة مع السينما راحوا طي النسيان كمان الأفيش بيعتبر إثبات على وجود العمل الفني زي فيلم المؤلفة المصرية بطولة عزيزة أمير ده فيلم إنتاج تركي مصري مش موجود في أرشيف السينما المصرية الأفيش موجود عند عم مكرم سلامة وبيصنفه من أندر الأفيشات وأكثرهم قيمة عنده في مجموعته بداية الأفيش في مصر كانت في التلاتينات وزي أي بداية في أي مجال كانت متوضعة جدا فكان الأفيش عبارة عن ورقة إعلانية فيها صورة للبطل أو البطلة أو الاتنين سوا مع وجود بعض المعلومات زي اسم الفيلم طبعا وشركة الإنتاج ومكان وموعد عرض الفيلم حاجة زي دي بنشوفها في أفيش فيلم كفري عن خطيقاتك ونشوف البساطة فيه هو مجرد صورة مرسومة بطلة الفيلم عزيزة أمير مع وجود اسم الفيلم فقط وفي أفيش فيلم يحيى الحب بنشوف برضو البساطة مسيطرة فبنلاقي صورة البطل والبطلة زي ما هو معروف الفترة دي وبنفس الشكل والكيفية بنشوف أفيش فيلم العزيمة وأفيش فيلم دانانير كمان ظهرت لمحات فنية زي أفيش فيلم غرام وانتقام فبنشوف صور معتادة لأبطال العمل لكن هنا اسم الفيلم مكتوب في شكل قلب كلمة غرام بلون أخضر عشان تدل على الحب والمواد ده وكلمة انتقام باللون الأحمر عشان تدل على الغدر والقتل وكل المعاني اللي بتعبر عنها الكلمة وظهرت أفكار جديدة زي أفيش فيلم أحمر شفاية في الفنان جسور الفنان إدى بعد للأفيش أو خلينا أقول إدى بعد لللوحة باستخدام شخصيات متفوتة في الأحجام فده حسسني بصريا أن في ناس بعيدة وناس قريبة ودي حاجة في وقتها كانت جديدة كمان أبدع في استخدام اللون الأحمر بدرجاته اللي بيعبر عن اسم الفيلم ساعات كان كل أبطال العمل بيبقوا موجودين على الأفيش زي أفيش فيلم بايومة فندي في التلاتينات والأربعينات ساد طريقة شبه موحدة في كتابة اسم الفيلم وكان خط الرقع بيستخدم بشكل موحد مع اختلاف اسم الفيلم وعشان يكون اسم الفيلم بارز عن بقية النصوص الموجودة في الأفيش كانوا بيعملوله إطار مزدوج ومع بداية الخمسينات بدأت مرحلة تطور الأفيش فالرسام بقى يدمج أسلوب اللوحة الفنية وأسلوب الأفيش اللي بيعبر عن الشخصية السينمائية التطور ده كان ظاهر في أفيشات زي بابا أمين المليونير أمر 14 لكيوم يا ظالم اسماعيل ياسين في بيت الأشباح وليلة القدر وفي أفيش زي أفيش فيلم رايا وسكينا بنشوف براعة الفنان اللي كان عايز الأفيش يوحي بملامح الخوف والرعب والسودوية فاختار اللون الأحمر والسود اللي كانوا تغيين على الأفيش وكانوا منسبين جدا لمعنى ومضمون الفيلم أما في بداية الستينات والسبعينات فازدهر الأفيش ووصل للقمة من حيث الحرفية الفنية ووصل لمستوى بيضاهي الأفيشات العالمية أفيشات الفترة دي جمعت بين مهارة الرسم وعبقرية المصمم وعمق الفكرة اللي بتعبر بشكل كبير عن مضمون الفيلم من غير ما تحرق أحداثه حاجة زي دي كانت واضحة جدا في أفيشات زي نهاية الطريق أنا وأمي المراهقات حب وحرمان وسر امرأة ظهر عنصر أساسي في معظم الأفيشات وهو الصورة من أحداث الفيلم أو زي ما أنا بحب أسميها الأكشن شوت في وجهة نظري دي بتدي ديناميكية وتشويق وحركة للأفيش ودي ما كانتش وليدة اللحظة دي بتتوافق مع الغاية من الأفيش اللي هي التشويق وجذب المشاهد الطبعة الأولى من الأفيش بتكون حوالي من 1000 إلى 3000 نسخة بتتميز بالمهارة والدقة الفنية والتقنية وبتكون منضية من الفنان اللي عملها أما الطبعة التانية فكانت بتنزل بسبب أن الفيلم استمر عرضه الفترة طويلة أو الطبعة الأولى خلصت أو هعيد عرض الفيلم بعد كذا سنة وكانت مجرد تأليد للطبعة الأولى بمستوى فني وتقني أقل مع بداية التمانينات والحد النهاردة فدي فترة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ومع ظهور الأفيش الحديث اتغير أسلوب الأفيشات فبقت بتعتمد بشكل أساسي على الصورة الفوتوغرافية لدرجة أنه بقى نادر ما يكون عندي فيلم حديث أستعمل أفيش يدوي للإعلان عنه فبقت الأساليب والتقنيات الحديثة في الرسم والتصوير بالكمبيوتر أساس صناعة الأفيش في مصر وعلى الرغم من كون الأفيش القديم أو الكلاسيكي أكتر جمالا وضقة من الأفيش الحديث إلا أن الأفيش الحديث بيكون عنده فكرة بتدل على محتوى الفيلم من غير ما تحرق أي تفاصيل فيه شفنا المسج ما بين الرسم اليدوي والكمبيوتر في أفيش فيلم الحب فوق هضبة الهرم في الختام زي ما كلنا عايزين السينما المصرية تنافس السينما العالمية إحنا هنا في الأفيش عايزين الأفيشات المصرية تنافس الأفيشات العالمية كل الشكر والتقدير لصناع وفنانين الأفيش في مصر ورحمة الله على من توفى منه شكرا جزيلا أنكم كملتوا الحلقة للآخر لو مهتم بالأفيشات والكلام عنها وتحليلها فقناة الأفيش هتنزل مراجعة الأفيشات الحديثة وبننقضها فنيا وتقنيا في الحلقات اللي جاية اعمل سبسكرايب لو مهتم من محتوانا يوصلك على طول وشكرا جزيلا شكرا جزيلا